بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدة محمد أشف المرسلين أهلا وسلم بكم وأصدقائي في الحلقة الثانية من كورس وورد بريس المبتدئين طبعا فيديو النهاردة نتكلم مع بعض عن مصطلح استضافة المواقع أو ويب هوستين بالنسبة ليك أنت كمبتدل في نظام وورد بريس أو مبتدل في عالم المواقع الإلكترونية فممكن يكون بالنسبة لنا مصطلح استضافة المواقع أو ويب هوستينغ غريب شوية ولكن قبل ما نبدأ في تفاصيل الفيديو النهاردة نازم أوضحنا أو أدينك معلومة ضرمتاتها كده عن استضافة المواقع بحيث أن انت تعرف تكمل التراك معي بشكل صحيح نفترض دلوقتي مثلا أنا كمحمد شيف بعمل مرجوزات معينة ومحتاج أن أنا أعرض المنتجات بتاعتي ديت عن الزباين عشان يشتروها هم هقدر أن أنا أعرض المنتجات دي من داخل المطبخ بتاعي مثلا مستحيل فبالتاني نازم أخد المنتجات ديت أعرضها جوه محمد أو ستور أو فورن عشان خاطر الزباين تيجي فتبتدي إن هي تشوف المنتجات بتاعتي فتبتدي إن هي تشتري فأصبح إن زي ما وضحت في الفيديو مفات أو في الحلقة مفاتك إن الورد بلس عبارة عن النظام والنظام ده مكامل من منفات زي صور فيديوهات بديف دوكمنتس أي أن كان ولكن هو في الأول وفي الأخر عبارة عن بعض المنفات هكذا الموقع بتاعك أكيد ليه تصميم أكيد ليه زاين زي ما بيقولوا قانب متبرمج بشيء معين وغير برمجة كل دي عبارة عن منفات فالمنفات ديت عشان قاطر تظهر الزائر على هيئة موقع إلكتروني فنازم إن أنا أخد المنفات دي أضيفها في مكان مقصص يبتدي إن هو يعرضها للزائر عشان يتصفح الموقع بشكل بسيط جدا وبشكل سهل فأصبح إن الويب هوستنج عبارة عن مكان بتستضيف فيه المنفات بتاعتي هكذا لو أنت شخص بيزور بلد معينة مثلا وحابب إن هو يقعد في البلد لمدة أسبوع مثلا فبالتالي أكيد مش هينام في الشارع فبيبتدي إن هو يدور على فندو عشان قاطر يبقى مستضاف داخل الفندو ده أثناء ما يقضي زيارته أو رحمته يبقى أصبح إن الزائر ده هيجي إن بلد دي أو المحافظة دي هيقعد في فندو أو هيدور على فندو يقعد فيه لحد ما يكمل رحمته هكذا في المواقع هاخد المنفات دي أضيفها أو أحطها في سكشن أو في قسم اللي علاقة باستضافة المنفات ديت عشان أبتدي إن أنا أعرضها لزيارة ده كان بشكل سالس وبسيط جدا عن فكرة استضافة المواقع أو الويب هوستنج إن هي شيء ما بد منه وشيء أساسي عشان قاطر تبتدي تكتامل معاية مرحمة زهور الموقع بتاعي أو إنشاء موقع الإلكتروني خاص بي تعالنا ننتقل كده للنقطة اللي بعد منها وهنا نتكلم مبادة عن تعريفات عامة عن ما هو السيرفر وما هي أنواع الإستضافات هل لنا نمسك كده جزئية ما هو السيرفر مقاوم بشكل تقني شوية عندك أنواع السيرفرات 9 Dedicated Server أو VBS Server إيه الاختماف ما بينهم؟ إيه الفارق ما بينهم؟ وإيه الوظيفة بتاعت كل واحد فيهم؟ بص يا صديقي زي ما ظاهر كده في الراك اللي قدام منك أو في المسلايد إن ده راك عباره عن مجموعة السيرفرات إيه هو السيرفر؟ السيرفر عباره عن جهاز بكمبيوتر يعني كيسة الكمبيوتر اللي موجودة عندك في البيت ما هي إيه عباره عن سيرفر وما هي إن الاختماف ما بين جهاز بكمبيوتر الخاص بيك وما بين السيرفرات ديت حاجات معينة بمعنى السيرفرات ديت مكوناتها عانية جدا في أدائها وفي نفس الوقت بتشتغل تحت ضغط عالي جدا وبتشتغل على مدار من 24 ساعة وفي نفس الوقت الانترنت أو سرعات الانترنت فيها بتكون عانية جدا عشان تكون مهيئة من الاستخدام بدون أي تعطل أو بدون أي بطل وفي نفس الوقت البيئة محيطة بالسيرفرات إن أخدت بانك حتنق إن فيه نظام أعطان من القهربة عاني جدا نظام أمان بمعنى صح وفي نفس الوقت المنطقة المحيطة بالسيرفرات أو المكان الموجود فيه السيرفرات مهيئ بدرجة حرارة معينة يبتدي إن هو يكون في مستوى متوسط برودة عشان خاطر السخونية ما تبتديش إن يتأثر على مكونات السيرفرات وخلافه فبالتالي الديتيكيتد بيكون مهيئ في نظام قادر إن هو يشتغل تحت ضغط 24 ساعة عكس جهاز الكمبيوتر القاس بيك وما بيتقفنش كمان لمدة 24 ساعة متصب بالقهرباء يعني بالنسبة للفيبيس نفس فكرة الديتيكيتد وما يكن نقدر نقول إن الديتيكيتد ده عبارة عن السيرفر الأب والفيبيس ده عبارة عن السيرفر الإبن بمعنى إن الديتيكيتد بيشارك موارده مع الفيبيس بمعنى ومالتوضيح أكتر إن نوع الرماد في السيرفر هنا 64 جيجا بيبتدي إن هو يطلع 2 جيجا من الفيبيس هكذا لو نهارد هنا عن تيرا بيبتدي إن هو يطلع 500 جيجا من الفيبيس فأصبح الديتيكيتد عبارة عن فن أو في الموارد بشكل كامل مع موارد كاملة ويبتدي إن هو يقسم قطع منها أو موارد محددة منها من الفيبيسات فنقدر إن أنا أطلع من الديتيكيتد ديت VPS 1 VPS 2 VPS 3 وهكذا عما حسب إعادة البيع بتاعته فنقدر إن أنا أشتري ديتيكيتد وقسمه VPSات وبتدي إن أنا أعمله إعادة بيع ده بالنسبة للسيرفرات والإثنين بيقوموا بنفس الوظيفة ولكن هو جهاز كمبيوتر قاس بيك إنت بتشتريه عبارة عن مساحة مقصصة تقدر تهيئها زي ما أنت عايز فيه ناس بتستخدم الديتيكيتد ديت عشان تلزل عليها بعض برامج السوفتوير برامج المونتاج برامج الجرافيك فيه ناس بتستخدم الديتيكيتد سيرفر كشركات ضخمة كبيرة جدا عندها مواقع كتير أو عندها عملة أيامة أو عندها داتا خاصة من عملة كتير جدا فمحتاجها مساحات فيه ناس بتستخدم الديتيكيتد زي مواقع الأفنان ومسلسلات عشان يستخدموا مثلا سرعة النت اللي موجودة فيه فيدوروا ان هم يعملوا او يرفعوا المنفات بتاعتهم بمنتهى السودونة وفوق التقياسي جدا برضو فيه ناس بتستخدم الديتيكيتد عشان تأسم أو تعمل خدمة استضافة المواقع ان احنا جايين نتكلم عنها النهار فالديتيكيتد أو الفي بيس هو عبارة عن جهاز كمبيوتر بتشتريه بتستخدمه كيف ما بدك ازاي ان انا ادخل على الديتيكيتد سيرفور ده موضوع تاني خالص وموضوع سهل ومس صعب وماكن احنا مش هنخرج برا اطار الكورس بتاعنا ان هو ما علاقة بالستضافة المواقع فخلينا ننتقن كده نجي الجزئية من بعد منها ونتكلم هنا عن انواع شركات المستضافة زي ما وضحت لك في البوينت انه فاتت ان السيرفورات تقدر ان انت تقسمها كخدمة استضافة مواقع وماكن دي لاي علاقة بالشركات او الشركات ان هي حابة تقدم ده لكن بالنسبة لك انت كيوزر عايز تعمل ويبسايت بتقدر ان انت تشتري بس انت متقنب منك ان انت تعمل كل من الشركات دي بتعمله في بس انت متقنب منك فبالتالي هيبقى تكنفة عانية وفي نفس الوقت محتاج خبرة قوية جدا في نظام دارة المواقع او استضافة المواقع بشكل عام وماكن عيوب استضافة عيوب دي دي كاتت عفوا انها بيكون غاني في التكنفة هكذا برضو في بس بيكون غاني في التكنفة وده على حسب الموارد ان انت هتشتريها لكن بالنسبة لك انت كيوزر عايز تعمل ويبسايت فاول حدا بتدار عليها استضافة المواقع عشان ان انا ابتدي احط منفات المواقع بتاعي عندها هن انا عشان اعمل موقع انكتروني محتاج ان انا اشتري استضافة من شركة عربية او من شركة اجنبية وادفعناها فلوس وانا اقدر ان انا استخدم مثلا استضافة مجانية ده موجود وده موجود وماكن زي ما دان يبيه معيزات برضو ميه عيوب اه بالنسبة للاستضافات المجانية عيوبها موارد محدودة وفي نفس الوقت بيكون في تحجيم بتاعك يعني مبتدارش تتحكم برضو في الحاجة ان تخص الموقع بتاعك بشكل كامل في نفس الوقت انت معرض في اي لحظة ان الاستضافة المجانية دي توقفنك مثلا موقعك او تحزفه لان كده كده انت مش دافع حاجة فانا هتستخدم استضافة مجانية فيكون بغرض التعلم او التجربة ولكن او قررت ان انت تستقر خلاص انا محتاج ان انا فعلا اعمل ويب سايت بانت محتاج تدور على شركة تقدمك الخدمة دي بمقابل مادي او بسعر رمزي عندك شركات عربية وعندك شركات اجنبية الشركة عربية زي هوسل فيرو دي تابع ليا والشركة الاجنبية زي نيمشيب طبعا فيه شركات كتير جدا سواء عربية او اجنبية تقدر ان انت تعمل سيرش ببحتك وماكن انا بكلم معاك في ان حاجة اللي هي تعتبر بسيطة وفي نفس الوقت مش هتواجه معاها اه صعوبة في التعامل بالنسبة للشركات بتاعت الاستضافة ايه المميزات اللي هي بتقدمها بتقدمك مميزات كتير جدا غير استضافة الموقع بتاعت او استضافة المنفات يعني بتقدمك بتقدمك ان هو نسر احتياطي شامل يعني ان هو يقدر الله خاصا حدا في الموقع بتاعك وعطن الماء او مسلا واقع او منفات اتمسحة تقدر ان هم يساعدوك في ان هم يرجعونك ان حاجة دي مرة تانية اكذا برضو بيدونك وسائل امان عني بحيث ان انت برضو موقعك يكون مهيئ ان هو تحت درجة امان كويسة مش اي حد برضو يعرف يعملو هاك او اختراك وده برضو بيكون راجع من طريقة استخدامك وماكن اه بنسبة كبيرة برضو هم بيكونوا موفرينك وسائل امان ضد الاختراك او ضد الموقع بتاعك يتعرض لايه صغر من الصغرات مسلا وفي نفس الوقت الدعم الفني انفرق ما بين الشركة الاجنبية والعربية ان الشركة العربية دعم الفني بيكون عربي فتقدر ان انت تتواصل مع الموظف وانتها ببساطة والشركة الاجنبية بيكون الدعم الفني فيها مسلا اجنبي انه انت مش متمكن في حتة التواصل مع دعم الفني او سابورت بنظم انجلزية فممكن تواجه صعوبة شوية وماكن الاتنين بيقدموا نفس الخدمة على اتمنى تعالى ننتقم ليه الخطوة اللي جاية وهي الاستضافة المجانية وورد بريست نفسها او موقع وورد بريست نفسه بيقدم لك اصلا خدمة استضافة مجانية يعني هو اصلا بيقدم لك ان انت انهم محتاج تحط موقعك عندهم او عم سيرفراته تقدر ان انت تحط موقعك عم سيرفراته معادي جدا ولكن زي ما وضحتناك في بوينت النفاتة ان بيكون في تحجيم شوية بطريقة التعامل مع موقع بتاعك وفي نفس الوقت برضو هتستخدم استضافة مجانية بقى بررد التجربة او التعلم مش بررد الاستقرار تعالى نشوف هنعمل ايه في الفيديو اللي جاي او في الحلقة اللي جاية هنتكلم مع بعض عن ازاي ان انا ابتدي اعمل سيرفر على جهازي شخصي الخادم محلي بمعنى ان احنا هنبتدي نكون سيرفر على الجهاز الخاص بنا وهنبتدي ان احنا نسبت نظام وورد برس وبرضو هنبتدي ان احنا نتصفح الملفات القصة بالموقع الالكتروني وازاي ان احنا نعدل عليها والشرح اللي جايب بمعنى صح يكون عملي اكتر ولكن لازم تركز على كلمة انشاء خادم محلي محلي بمعنى ان احنا قلنا حاجة على نطبقها هتبقى موجودة على جهاز الشخصي بتاعنا احنا فقط يعنى حتى كمان الموقع ان احنا نعمله على الجهاز الشخصي محدش هيشوفه غيرك انت فقط لانه محلي مش عمامي بمعنى انه مش هيكون ظاهر من الناس هو يبقى ظاهر لجهازك انت وعلى جهازك انت تتحكم فيه زي ما انت عايز تعدل فيه تزبط فيه تجرب فيه او تتعلم فيه لحد ما تشرب كل المعلومات ان انت حابب تشربها وفي نفس الوقت تبقى اكتسبت خبرة وبعد كده تبتدي بقى ان شاء الله ان انت تحجز بقى خدمة استضافة مواقع ويبتدي الموقع بتاعك بازار للناس ولكن ده هيكون بغرض التعلم او التجربة فاحنا هنجرب على جهازنا الشخصي من غير ما نحتاج استضافة او من غير ما نحتاج ان احنا نرفع الملفات بتاعتنا على استضافة مجانية وتبقى معرضة ان هي تتحزف او تتقفم في اي وقت فهنعرف ما بعض في الحلقة اللي جاية ان ازاي ان احنا نعمل سيرفر ونثبت النظام وفي نفس الوقت نعدل على الواجهة نقصة بالموقع واستناني في الفيديو اللي جاي بإذن الله